على كل مدمعات مجز لهم الأخبار معالمي شكرا شازلي الثميناتة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن يتم تطوير الموانئ بشكل تنموي متكامل يمتد إلى محيطها الجغرافية لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستعابية بما يعزز من قدرتها في دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني شدد الرئيس السيسي على أن نهضة الأمم تعتمد بشكل حيوي على شبكة النقل من موانئ ومطارات وطرق ومحاور كبنيات أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة وأوضح متحدث رئاسة أن الاجتماع استعرض الجهود القائمة لتطوير الموانئ المختلفة على سواحل الدولة خاصة ما يتعلق بإعادة تصميمها وتخطيطها ورفع كفاءتها كما تطرق الاجتماع أيضا لجهود تطوير ميناء الأسكندرية الكبير بالإضافة إلى عرض سير العمل باستكمال تطوير موانئ شرق بورسعيد ودميات واطلع أيضا الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي للأعمال الجارية حاليا لتطوير ميناء العين السخنة عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف الخطة الإعلامية والتوعوية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وأكد رئيس الوزراء أهمية دور الخطة الإعلامية والتوعوية مشيرا إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخصائص السكانية للمواطنين من خلال الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في العديد من القطاعات قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رد بلاده على صقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي مؤقعا مرسوما يحضر توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت هذا الصقف على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير المقبل ويستمر لمدة خمسة أشهر هذا واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقل بحرا عند 60 دولارا للبرميل جدد وزير الخارجيات الأمريكية أنتوني بلينكين تعهده بالعمل بلا كلل مع مجموعة السبع وشركاء آخرين لإصلاح والسبدال والدفاع عن البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الوقت الذي تواجه فيه شتاء قصيا بضل الأزمة مع روسيا وأضاف بلينكين أن دفعة أولية من المعدات الكهربائية الأمريكية قد وصلت إلى أوكرانيا وتضمنت أجهزة ضخمة مثل قواطع الدوائر وأجهزة الفصل قدت المحكمة العليا الأمريكية بالإبقاء على سياسة الحكومة المستمرة منذ عامين في محاولة لمنع مئات الآلاف من المهاجرين من دخول البلاد خاصة عند الحدود مع المكسيك وأدى قرار تثبيت العمل بالسياسة إلى نزع فتيل أزمة من أمام إدارة الرئيس جو بايدن مع احتشاد آلاف المهاجرين عند الحدود الجنوبية أملن بإلغاء القرار والسماح بتسجيل طلبات اللجوء ارتفع عدد ضحايا العصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة منذ أيام إلى أكثر من 60 شخصا على الأقل وقد ألغيت آلاف الرحلة الجوية جراء الطقص غير المستقر حيث بلغ عددها 12 ألف رحلة طيران منذ الجمعة الماضية ذا وتواصل تواقم الطوارئ تفقد خسائر العصفة الثلجية التي حرمت ملايين الأمريكيين من الاحتفال بعيد الميلاد قصة في مناطق غرب نيويورك المغطاة بالثلوج يحل الأهل ضيفا على سراميكا كيلو باترا في السابعة مساء اليوم على ملعب استاد القاهرة في الجولة العاشرة بالدور الممتاز ويطمح الأهل في تعويض خسارة نقطتين بالمباراة الماضية أمام سموحة ويتصدر المارد الأحمر ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بفوزه في سبعة مباريات وتعادله في اثنتين وفي الوقت ذاته يأتي سراميكا كيلو باترا في المرتبة الثامنة برصيد 11 نقطة وفي مباريات أخرى لحساب المجموعة نفسها يلتقي بفريق الداخلية قبل أن يواجه طلائع الجيش فريق الحدود حرس الحدود ويستضيف أيضا فريق فريق فيوتشر انتهى موجزات ثمنا وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل